إمام عشور والسؤال مباشر أداعه كان عظيم مع نادي الزمالك هو مع نادي الزمالك هو أفضل لعب وسط في مصر لعب تم رقم 8 إمام عشور مع النادي الأهلية هيكمل نفس السلسلة دي هيكون أفضل ولا ممكن يا طرق هيكون أفضل واللي بين كده في آخر مباراتين لنادي الأهلية أو المباراة لإمام عشور كان مارسل كولر شوية كان عايز إمام عشور يعمل نفس الأدوار الحمد فاتحي كان بيعمله بالضبط وده اللي ما بينش إمام عشور زي ما بين في آخر مباراتين مع النادي الأهلية مباراة المصري ومباراة سان جورج فبالتالي لو أنا متأكد إنه كولر هيعمل كده لو قرر إن إمام عشور لاعب مختلف عن حمد فاتحي مش هيعرف يعمل نفس الأدوار الحمد فاتحي كان بيعملها إمام عشور قوته كلها في استلام الكورة على دايرة نص الملعب إنه هو يكون جاي من وراء اللي هو يسدد إنه هو يكمل جوه منطقة الجزاء بس ما يبقاش دوره الأساسي إنه هو اللعيب رقم 8 بيختار جوه منطقة الجزاء ويبقى مستني المسندة والصناعات اللعبة من تحت فبالتالي إن كولر خلاص حط إيده على مواطن قوة إمام عشور وأنا متوقع إنه هو كولر هيفضل مكمل كده وإن إمام عشور هيزهر بالمستوى الجيد اللي ظهر فيه في آخر مواتشي